السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومزيكم شابه عملكم من اي رب تكون بخير معك وزميلكم دوائل الفرقة تانية ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن سيكشن سهل ونزيز كده هنتكلم عن البلد ريجر اللي هو اي ضغط الدم طيب اي الحاجة اللي هنتكلم عليها النهاردة هنتكلم عن ديفنيشن البلد ريجر هنتكلم عن التعريف بتاعه ويزاي بنقيسه وكل حاجة عنه تقريبا ثانية حاجة هنتكلم عن النورمال فاليو اللي كما بتاعته ثانية حاجة هنتكلم عن الفيسروجيكال فارييشن يعني اي الحالات اللي بيختلف فيها ضغط الدم طيب اول حاجة ايه هو البلد ريجر البلد ريجر ده الكوة الناتجة من ضغط الدم على جدران الشرايين والاوردة وهو الفورس اجزرتد بي البلد اجينست الوالز بتاع الارتريز اند الفين يبقى ضغط الدم ده الكوة الناتجة من ضغط يعني نتجة من ضغط الدم على جدران الشرايين والاوردة طيب ده نتج من ايه من بومبنج اكشن بومبنج اكشن ازاي؟ نحن نعرفين الدم جاي من اين جاي من القلب يبقى لما القلب يدخلنا الدم عن طريق الاكشن ده اسمه بومبنج بومبنج اكشن يبقى لما القلب يدخلنا الدم اللي هو البومبنج اكشن القوة بقى يعني نتجة من خبط الدم على الجدران بتاع الاوردة واشرايين هنسميها بلد بريجر طيب البلد بريجر ده بنقيسه بالملي متر زعبك ميركري ده اللي هو الزعبك يعني ملي متر اوف ميركري او ملي متر اتش جي يعني ملي متر زعبك طيب بنعبر عنه بقيمتين قيمة فوق وقيمة تحت مثال 12080 هي ده اصلا القيمة الطبيعية بتاعته طيب المية عشرين او القيمة اللي بتبقى فوق ده بتبقى ايه؟ نسميها سيستوليك بلد بريجر يعني ايه؟ يعني ضغط الدم الانقباضي طيب يعني ايه برضو ضغط الدم الانقباضي؟ احنا عارفين القلب بيتكلم بيتكون من زينين وبطينين اتريام وفينتريكالد طيب الفينتريكالد لما حصل لها كونتراكشن دي اسمها هي سيستوليك بلد بيجر يعني ضغط الدم الانقباضي لما الفينتريكالد بيحصل لها ريلاكسيشن هنسميها ضغط الدم الانبساطي يبقى القيمة اللي فوق هي systolic blood pressure والقيمة اللي تحت هنسميها diastolic blood pressure يبقى تاني يبقى احنا عرفنا blood pressure وانا ده الفورس exerted by blood على الوال بتاع الارتريز والفينز والاكشن ديت يعني جاية من البومبينج اكشن بتاع الهورت طيب blood pressure بنئيسه بالبليمتر زئبك لقيمتين قيمة فوق وقيمة تحت قيمة اللي فوق هنسميها systolic blood pressure ديت عبارة عن لما الفينتركلز بيحصل لها contraction قيمة اللي تحت هنسميها diastolic ديت لما الفينتركلز بيحصل لها relaxation طيب دلوقتي احنا هنقول ازاي بنئيس الضغط طبعا كلنا شفنا احد اسلين الضغط قبل كده او احنا رسلنا الضغط الحد قبل كده هنقول يعني الطريقة ان شاء الله ازاي بنئيسه طيب اول حاجة معنا عندنا سفيجمو مانوميتر ده اللي هو الجهاز نفسه بتاع الضغط عكين شوفناه وهيبقى معنا السيدسكوب السيدسكوب ديت اللي هي سماعة الطبيب يعني طيب السفيجمو مانوميتر ده بتتكون من ايه تتكون من كاف الكاف ديت يعني ديت زي شريط كده بنلفه حوالين دراع البشنت ده اللي احنا يعني هنقيسة ان شاء الله بنريد ضغط يعني طيب الكاف ديت ممكن نحط فيها هوا عادي بتنتفخ يعني طيب ويعني معنا انفليتنج بالب البالب ديت اللي هو يعني دي حاجة هندوس عليها كل مرضات عليها تحط لنا هوا في الكاف هي معنا مانوميتر مانوميتر ده اللي احنا هنشوف من عليه الاراية بتاعت البلود بريل طيب معنا فالب اللي هو السمام ده اللي احنا شان لو احنا حبينا نهوي الكاف لما حطنا فيه هوا نحن طريق الفالب ده يبقى تاني يبقى ايه الادوات اللي احنا نحتاجها هنحتاج سفيج ومانوميتر اللي هو الجهاز الضغط نفسه اللي بيكون من كاف وبالب ومانوميتر وفالب ويستسكوب اللي احنا سماعت الطبيب السماعة بتاعي الطبيب اللي احنا عارفينها عادي دي ادي شكله ان شاء الله يكون واضح اول حاجة على يمين دي دي البالب اللي احنا هنضغط عليها هوا في القف القف دي اللي جنبها الشريط اللي جنبها ديت تادي حاجة دي المانوميتر شايفين التدريج ده ده اللي احنا نعرف من عليه راية البلود بريجر ويسمعت الطبيب اللي احنا شايفينها دي طيب ايه الخطوات اول خطوة عند ده لازم ان البشانت يكون قاعد مستريح ما ينفعش يقعيسه هو يعني في مكان مثلا ضهر واجع هو قاعد مثلا لا ما ينفعش لازم ان يبقى ايه خطوة تمام الارم بتاعه لازم ان يكون سلايت فليكشن ولازم ان يكون في مستوى القلب لازم ان يكون سابورتد على حاجة تابول مسلا او اي حاجة قدامنا ممكن نحط ايدو عليها يعني ما ينفعش ايسلو الضغط هو فارد ايدو جنبه كده على الاخر وننزلها تحت لا لازم ان يكون في نفس مستوى القلب تقريبا يعني سلايت فليكشن كده وي بس ولازم يكون سابورتد على تابول او اي حاجة يسند عليها طب ما فيش تابول او اي حاجة يسند عليها لو انا قاعد قدامه او احط ايدو على رجلي المهم ان هو ايه لازم ان ايدو يبقى سابورتد طيب ثاني خطوة عندنا هنلف الكاف اللي هو الشديد اللي احنا قلنا عليه هنلفه حوالين الابر ارم ده الجزء اللي هو من الشلدر نقل حوالين الابر يعني تقريبا بتكون اللور ايه بتاع الكاف 1 انش افوف الانر الابو كريز طيب ايه الانر الابو كريز ده ده اللي هو التجعيدة اللي احنا نشوفها لما منتني ادينا يعني لما نتني ادينا نعم فلكشن كده التجعيدة لجوه دي الكاف دي فلازم تكون اللور بريكي الارتري بريكي الارتري تعريبا بيمشي في نص الارم تمام طيب لازم الكاف دي تكون مغطية تقريبا 80% من الدراع يعني منفعش تجيب لي واحد ابيز وتجيب لي كاف صغيرة وتلف حوالي وتكون اصل الكاف مش مكافية دراع وتقول لي يالله هانيس الضغط لأ كده منفعش لازم تكون الكاف مغطية حوالي 80% من الدراع ونحن كده تاني قلنا هنحط البيشنط في دراع ولازم يكون صبورت على حاجة تقريبا سلايد فليكشن لازم يكون في مستوى القلب وبعد كده هنحط الكاف في الابر ارم بحيس تكون تقريبا ابع الكريز لازم تكون مغطية 80% من الدراع ما ينفعش نص الدراع فاضي وكاف اصلا مش مكافية الدراع وجائس الترط ثالت خطوة نعملها نقوم الاسدسكوب هنحط الاسدسكوب السماعة بالراحة على الارم يعني تقريبا على البوكريز اللي احنا قلنا عليها بس نتأكد ان الاسدسكوب لا تكون ملامسة للكاف ولا اي سلك وتبع السفيجمو مانوميتر بالبالب اللي احنا قلنا هنضغط عليها زي عارفين البتائم بتاع التوتر دي الكرة بتاع التوتر اللي مانومتغ عليها او عمل زي هكذا والزبط البالب دي هنضغط عليها عشان الكاف تتملي بالهواء هنضغط عليها لحد ما ما نسمع صوت النب تمام اول ما النب يقف هنضغط تاني بالبالب يعني هنكمل عليها 30 ملي متر زي بك طبعا كل ده وانا شايف التدريج قدامي كل ده التدريج والسماعة فودني يعني انا مركز مع الصوت ومركز مع التدريج ثاني انا بعد محطيت السماعة وسمعت صوت البالس كل حاجة هنضغط البلد دريج الكاف يعني هنضغط بالبالب يعني وهننفخ الكاف اول ما نبطل نسمع الصوت بتاع البالس هنزود 30 ملي متر زي بك يعني هنضغط تاني لحد ما يزيد 30 ملي متر زي بك طيب احنا ماشي هنسمع الصوت بالبالس عادي بالسيديسكوب بعدين اول ما نبطل نسمع الصوت هنزود 30 ملي متر زي بك فوق النقطة اللي احنا قفنا عليها النقطة اللي احنا بطلنا نسمع الصوت مهمة عشان هنحتاجها بعدين اقول لكم عليها في ايه طيب طيب احنا ليه بطلنا نسمع الصوت ليه ليه وانا كل ما اضغط بالبالب وال كاف تتميلي هوا ليه فجأة كده بطلت اسمع الصوت ده عشان الكاف او الهوا ده بيبقى مغطي يعني تقريبا بيقفل الفلوب بتاحة فمش تقريبا هو بيقفل الفلوب بتاحة فانا مفقيتش دم ماشي بالحدة دي فانا عشان كده مش تمع الصوت طيب سيدست معنا بالراحة هنفتح الفولف لازمة بالراحة وبط ما ينفعش نفتحها بسرعة ابدا 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 بقى احنا بالراحة وبط هنفتح الفولف تمام يعني عشان نخرج الهوى من الكف يعني بمعدل تقريبا 2 ملي متر زقبك في الثانية لازمة نكون مركزين مع التدريج شايفينه والسيدسكوب واننا مركزين برضو مع الصوت انت نسمع طبعا دلوقتي احنا بنفتح الفولف احنا مش سمعين صوت مش سمعين صوت بلس خالص انت القيمة اللي اول صوت هنسمعه لازمة نشوف القيمة بتاعته كان في التدريج حشان مهمة عندنا طيب بيقولك خلي بالك ال 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 في التدريج اللي احنا هنبدأ نسمع عندها اول صوت ده هنسميها السيستوليك بلوت بريجر والقيمة اللي فاتت اللي اطريك عليها مهمة ان احنا اول ما نبدأش نسمع صوت يعني اول ما صوت يختفي في القيمة اللي فاتت اللي احنا ونالك عليها دي هنسميها ال دي يبقى تاني احنا قلنا قيمتين عندنا احنا في الاول خالص كنا سمعين حطنا السيتيسكوب وسمعين الصوت عادي تلك هنضغط بال 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 لحد ما صوت يختفي اول مصوط يختفي القيمة عندنا نسميها diastolic blood pressure بعدين خلاص مشتبعين صوت و تمام فتحنا الصمام والهوا بدأ يقل بدأ يقل اول قيمة سمعين عندها الصوت بعد كده دي هنسميها stolic blood pressure تمام بيقول لك ان الصوت اسمها crot kof هنسميها لنا كده تقول لك ده بتختلف في الكواليتي عن التاب وال شور وال مافلد مختلفة في الكوات التشويش والأصوات والأصوات الخفيفة هي crot kof مختلفة عنها طيب بيقول لك first crot kof sound is systolic pressure first first play اول صوت بنسمعه بعد ما نكون قفلنا bricul artery اصلا احنا قفلينه بال بال كف احنا عميين نضغط بالهوا نضغط بالهوا خلاص bricul artery تقفل مش سمعين صوت داعنا نفتح الفالب اول صوت سمعينه بعد ما فتح الفالب هو systolic type دايستolic داع الصوت لما الصوت سمعين صوت قلنا لما جينا نضغط بال بال بل حشان نقفل bricul artery يعني هننفخ الكاف عدنا نضغط نضغط اول الصوت البوينت اللي عندها مش سمعين صوت البال داع diastolic blood bricul ان شاء الله تكونوا في خيمة ال experiment نحن عنا بكلها يعني ان شاء الله سهلة يعني دلوقتي هنقول شوية نوتس كده لو بقيس الضغط كجزء من exercise test يعني دلوقتي أنا بعمل exercise exercise وبقيس الضغط الشخص الشخص ما يعني هو يعني exercise قيمة diastolic pressure لو الضغط المصوتي هيختلف هنقسو بطريقة ثانية طيب ليه او ازاي يعني يختلف ويقولك احيانا اثناء exercise بيكون الصوت مسموع صوت البلس منتنينا نسمعه حتى لما نلاقي القيمة في المانوميتر وصلت 0 مليمتر زيوك يعني احنا لما بالبالب لما نضغط عشان نحط هوا في القف بنيجي عند بوينت معينة ما بنسمعش الصوت خلوس كده بنعرف ان ده diastolic blood pressure طيب انا منتنيني احط هوا في القف وبردو انا سمع الصوت بص في المانوميتر اللي الشريط انا حدد منه القيمة بتاعت blood pressure وصلنا لل 0 وبردو انا سمع الصوت طيب هحدد بقى diastolic blood pressure ازاي طيب بيقولك لو لقينا كده لو لقينا الشخص ده الصوت برضو مسموع حتى وانا 0 مليمتر ازاي هنعمل ايه طيب اول ما نلاقي تغير مفاجئ في الصوت او الصوت قل عن اول مرة سمعت فيها خلوس هنحط ده على طول ده diastolic blood pressure يعني مش هنستنى نسمع صوت يعني ثاني في الوقت الشخص ده في حالة exercise وانا بقس له الضغط عمالة اضغط بال اضغط بال بلب عشان احط هوا في القف وبردو سمع صوت او برضو سمع صوت طيب انا عايزة ايس diastolic blood pressure اللي هي القيمة اللي هي ما بنسمع شي عندها صوت طيب هي ايس ازاي سمع الصوت الطبيعي جدا اول ما بلاقي تغيير في الصوت او الصوت قل عن الاول ما كنت بسمعه خلص هسجل ان ده diastolic blood pressure مش هستنى ان انا بسمعش صوت عشان انا هسمع صوت حتى لما يوصل لزير اول ما لقي تغيير في الصوت الطبيعي اللي انا بسمعه بتاع البلز هحط ده 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 قيمة diastolic blood pressure ابراب مفاجئ يعني كاتمي مفاجئ يعني او هنلاقي تغيير مفاجئ في الصوت طيب طيب النورمال value بتاعت blood pressure يعني امت اول ان الشخص طبيعي ما عندوش ضغط والضغط بتاعه مش عالي لما قيمة diastolic من 140 ملي متر زعبك و diastolic من 60 إلى 90 ملي زعبك يعني لو لقيت القيمة ما بين 140 دستolic او من 60 لسهين دستolic يقول شخص ضغط طبيعي جدا ما عندوش اي حاجة ومش مريض ضغط ولا اي حاجة طيب هنتكلم بعد الوقات عن الفيسيولوجي كال فارييشنز يعني اه الحالات اللي بيختلف فيها ضغط الدم ماشي اول حاجة بيقولك بلوت بيختلف في الفيميل عن الميل ازاي يعني في الفيميل بيبقى قل من الميل معلومة كده ان الميل بيبقى معرضين اكتر ان هما يجيلهم الضغط عن الفيميل بس الفيميل افتر المنبوزر يعني بعد سن اليأس هما اللي بيبقى معرضين اكتر تاني ثانية لاشخاص الضعاف سلندر بيلد اللي هو نحيل يعني نحيل الجسم الشخص الضعيف طبعا بيكون اكتشفنا ان اعلى قيمة للبلاد بريجر اعلى قيمة للبلاد بريجر اعلى قيمة للبلاد بريجر بتكون بعد فترة الظهر واقل قيمة بتكون اثناء النوح يعني لو كنا نقص الضغط الوحد نايم بيكون اقل قيمة للبلاد بريجر عن طول اليوم المنتجة علاما حسنا لو ان الخ�� SOBS صحيح ويقوم تكون حالة عاطفية سوف نقيمة العلاج أك Club لو انه UBER ونحن نحن نرحل في الفيديو وانه يتسلط في صيدلية او مستشفى اي حاجة مجانبه وانه ينهج وانه ينهج وانه ينهج وانه ينهج ولا تسلط فى فى ما تهدى لانه مجانبه ينهج پلانه او مجانبه يقولك ان الستوليك بلوت بيجر يزيد بعد الوجبات قيمة الديستوليك بلد بيشار دي بتختلف وانا واقف عن وانا قاعد عن وانا نايم بتبقى اعلى حاجة وانا واقف وبتقل شوية وانا قاعد وبتقلش اكتر وانا رايد عشان كده لو بنجنس الضغط يعني بنكون بنحط البيشانت في كنفردور بيشانت مثلا بنكون هو سيتنج يعني هو قاعد عشان يبقى اعرب للقيمة الصحيح لو هو مافيش خالص النواي يقدر يقعد او كده هو نايم تمام مافيش مشكله برضو بس احنا نماع فيه انها تباقي معاقل طيب او المرعه الحامل بيكون البريغنسي يعني بتكون قيمة الضغط عندها اكبر من الطبيعي ده عشان في البريغنسي او تبط بتاعها بتاع الكاردياك او تبط بتاع القلب بيكون زيادة فكمية الدم تبقى اكبر يعني يبقى ضغط الدم على القدران بتاع الشرايين الاورده بتبقى اكبر عشان كده بلوت بريجر بيكون اعلى كده خلصنا ان شاء الله تكون استفدتوا يا رب انكم مفهمتوا لو في اي حاجة كلموني يعني فيش مشكله بيم